يوم أمس في محافظة طول كرم للكوادر التعليمية والتدريسية مباشرة يضعنا في تفاصيل هذا الحدث وهذه الخطوة سيد طارق علونة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة طول كرم ونوجه لك تحية صباح صباح الخير أستاذ طارق صباح الخير أستاذ مرفا لك ولجميع المستمعين والمشاهدين أيضا أهلا وسهلا بك ونتمنى دوام الصحة والعافظة لكل التواقم التدريسية وأيضا لكم وإن شاء الله يرجع التعليم إلى سابق عهده ولكن حدثنا أكثر عن بدء هذه الخطوة في تطعيم الهيئات والتواقم التدريسية نعم انطلقت بالأمس المرحلة الأولى من مراحل تطعيم الزملاء والزميلات من أسرة التربية والتعليم في المدارس وبالطبع بلقاح كورونا وتم ذلك بالتنسيق ما بين مديريتي التربية والتعليم والصحة هنا في طول كرم وهذا أيضا على مستوى الوزارة وزارتي التربية والتعليم والصحة أيضا حيث بدأ التطعيم في جميع محافظات لوطن لكن هنا في طول كرم كمنا بإعداد الترتيبات اللازمة وفي ذلك في قاعة مدرسة بنات العدوية الثانوية حيث كمنا بتوفير كل ما يلزم من ترتيبات وتجهيزات سواء كان على مستوى توفير أجهزة الحواسيب للتسجيل وأيضا كان قد سبق ذلك أيضا تسجيل المعلمين وكوادر التربية والتعليم من خلال منصة وزارة الصحة وتأكيد التسجيل أيضا من خلال مديرية التربية والتعليم بالطبع بدأت عملية التطعيم بالأمس وصارت بشكل سلس ومنظم وفي مكان واسع بعيدا أو تجنبا للاكتظات نعم طب يعني إذن العملية التطعيم تجري على قدم وصاق وستستمر حتى يوم الخميس أليس كذلك؟ يعني نحن بدأنا بالأمس المرحلة الأولى ولكن المرحلة الأولى تشمل تطعيم المعلمين الذين يدرسون الصفوف من الأول إلى السادس الأساسي بدءا بالطبع بفئات الأعمار من خمسين عاما فأكثر وبالأمس واليوم ستشمل الأعمار من أربعين إلى خمسين عاما ثم بعد ذلك من ثلاثين إلى أربعين وصولا بالطبع إلى جميع الزملاء المعلمين في المدارس وأيضا كوادر التربية والتعليم يعني هذا الإجراء يشمل جميع الفئات في مرحلة مقبلة سيتم أيضا تطعيم الزملاء الذين يدرسون الصفوف من سابق حتى الصف الثاني عشر أيضا وحتى تكتمل بالطبع عملية تطعيم كوادر التربية والتعليم ككل نعم وربما أيضا هنا من بعض التعليقات التي أرسلت لنا من قبل الأسادة المستمعين على موضوع رجوع طلاب المدارس وطبعا هذه الرسالة بتحمل في طياتها أنه لو أجلوا المدارس لبعد ما خلصوا تطعيم الكوادر التعليمية بيكون أفضل طبعا إحنا قلنا أنه وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع الوزارات الأخرى وخاصة الصحة ارتأت أن يتم الرجوع في هذا التوقيت ووفقا لحملة التطعيمات التي تقوم بها لكن كيف تبدو الجهوزية والجاهزية بالنسبة لمديرية التربية والتعليم للعودة إلى المدارس في ظل بالتأكيد ضرورة التجديد على الإجراءات والبروتوكول الصحي التزام الطلاب الكوادر التدريسية وكذلك الأهالي أيضا نعم كل التقدير للجميع لجميع مكونات العمل التربوي وأيضا لأولياء الأمور وهم الجزء الأصيل والشريك في الموضوع هذا الإجراء الذي نقوم به حاليا مع مديرية الصحة وبين وزارة التربية والتعليم والصحة أيضا هو يسهم في توفير مناخ آمن صحي للجميع للمعلمين وأيضا للطلبة مع التجديد دائما على ضرورة الالتزام بالإجراءات كما تفضلت الإجراءات الصحية تجنبا لوقوع بالطبع سمح الله مزيد من الإصابة أنا أقول أن الإحصائيات المتوفرة لدينا تشير أن العودة للمدارس تخفف إلى حد ما لأن المدارس مضبوطة وإجراءاتها واضحة ونحن ملتزمون دائما وهذه تقارير لجان المديرية ملتزمون بالإجراءات الصحية المعمول بها منذ بداية الأزمة الإحصائيات تقول أن الإصابات اليوم معظمها منزلية عائلية وبالتالي الطالب أثناء وجوده في المدرسة كان يمضي وقتا طويلا في المدرسة وبالتالي تقليل مدة الاحتكاك وبالتالي مع محيطه خارج المدرسة ويبقى دائما ملتزما بما ينص عليه البروتوكول الصحي نحن نتوق إلى العودة للمدارس إن شاء الله ومجتمعنا خال من هذا الوباء نعم ونأمل دوام الصحة والعافية وإنتجر الأمور على ما يرام في استكمال عملية تطعيم الطواقم والهيئات التدريسية وأشكرك جزيلا شكر الأستاذ طارق على لون مدير مديرية التربية والتعليم أطلعتنا على هذه التفاصيل ونأمل إن شاء الله عودة ميمونة إلى المدارس مرة أخرى والسلامة كل السلامة لطلابنا نعم أستاذ وفاء أيضا بالأمس كان هناك شراكة واضحة ما بين طواقم مديرية التربية والتعليم طواقم الصحة المدرسية والمتطوعين أيضا الذين ساندوا زملائهم أيضا في مديرية الصحة كانت مجرة الأمور بشكل ثلث ومنظم ونحن دائما مستعدون لكافة الخيارات سواء كانت العودة ضمن نظام العليم المدمج الذي كان معمول به أو مستقبلا بعد أن تنتهي الجائحة النظام التعليم الوجاهي ودائما بارك الله فيكم وكل أمنيات السلامة لكادرنا التربية والمجتمعنا بشكل عام نعم بالتأكيد كل تحضر لكم جميعا أشكرك مرة أخرى جزيلا شكرا لسالة طارق علونة وبالتأكيد نواصل مع حضراتكم في جولتنا